الحدود السعودية اليمنية ومحرقة الفقراء اليمنيين بأرقام عسكرية وهمية وقضايا هامشية انتهاكات مستمرة ومعاناة مخفية محرقة الحدود تقرير لمنظمة سام يؤكد استدراج السعودية لمدنيين يمنيين بينهم أطفال وعسكريون سابقون للقتال في الحدود الجنوبية للسعودية بلا غطاء شرعي ودون أي مسؤولية أخلاقية وقانونية شبكات اتجار بالبشر تشمل سعوديين ويمنيين بينهم ضباط استقطبت آلاف المقاتلين اليمنيين الذين اضطروا للذهب دفاعا عن السعودية بسبب الحاجة المادية قالت سام إن ما يحدث في الحدود انتهاك للقوانين المحلية والاتفاقات الدولية التي تحضر استغلال المدنيين كمقاتلين خارج أطور القوانين العسكرية وعدم حفظ أي حقوق مستقبلية لهم كمقاتلين رسميين رواتب غير منتظمة ورتب وأرقام وهمية وتعامل في المنفذ السعودي معهم كما لو أنهم متسللون غير شرعيين يتم حفظ بصماتهم إلكترونيا عند المغادرة ويمنعون من دخول المملكة التي واجه الموت دفاعا عن أراضيها بحسب التقرير فإن آلاف الضحايا قتلوا وتم دفنهم في مقابر داخل السعودية دون علم أسرهم وقليلا منهم من استطاعت أسرهم استلام جثثهم ودفنهم قدر التقرير عدد الجرحى الذين أصيبوا في الحدود بنحو عشرة آلاف جريح منذ بداية الحرب يعانون من سوء المعاملة والإهمال جرى ترحيل بعضهم إلى مأرب ومنح بعضهم تعويضا لم يتجاوز الخمسمائة ريال سعودي يتعرض الضحايا اليمنيون المقاتلون دفاعا عن حدود السعودية للاعتقالات التعسفية والاخفاء القصري في سجون الاستخبارات السعودية كجزاءات إنهاء خدمة قبل ترحيلهم والاستغناء عنهم يا محرقة للشباب الذين يعانون ظروفا اقتصادية سيئة بحسب المنظمة التي أكدت وجوب توقفها داعية إلى تصحيح كافة الأوضاع غير القانونية وفتح تحقيق جدي وشفاف ضد المتسببين بالكارثة وإحالتهم للقضاء كما طالبت المجتمع الدولي بالوقوف ضد جرائم الاتجار بالبشر التي تتحملها السعودية والحكومة اليمنية